السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي وأبناء بناتي الأيزاء كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وسلامة إن شاء الله لكي لا أطيل عفو عليكم فنظراً تحت الطلبية بعد الإخوان والأخوات فأنا عدت من جديد وأستسمح كانت عندي طرف صحية فكنت عينة شوية فالآن أنا دائماً معكم وإلى الأبد إن شاء الله بإذن الله تعالى إذن بسم الله على بركة الله نتطرق إلى حرف جديد من حروفنا اللي سبقنا كنا درسناها فكنا أنتهينا من حرف الضاد حرف الضاد مع المدد أما اليوم أو الآن فهو الدرس الجديد ألا وهو حرف الطاء حرف الطاء مع الحركات حرف الطاء مع الحركات إذن لنقول بسم الله حرف الطاء حرف الطاء في أول الكلمة فيكتب على هذا الشكل حرف الطاء في أول الكلمة يكتب على هذا الشكل كما تشاهدون حرف الطاء في أول الكلمة أما هنا فهو حرف الطاء في وسط الكلمة وحرف الطاء في آخر الكلمة إذن سأغيد حرف الطاء في أول الكلمة حرف الطاء في وسط الكلمة وحرف الطاء في آخر الكلمة لنبدأ بسم الله وعلى بركة الله دائما حرف الطاء وكن نبدأ بحركة الفتحة الفتحة حركة الفتحة إذن حرف الطاء مع حركة الفتحة تقرأ لاحظوا جيدا النطق فهو خفيف حرف الطاء مع حركة الفتحة سيقرأ أو يقرأ هذا الحرف أنا أعطيكم الكلمة ودائما أقول أنتما أحرار في الكلمات فأنا كان أعطيكم كلمة فقط كيفاش تطبيق الحرف مع الحركة هنا حرف الطاء مع حركة الفتحة إذن فكلمة هي طابيبن طابيبن نقرأ بطريقة جيدة أو طريقة صحيحة طابيبن طابيبن إذن حرف الطاء مع حركة الفتحة تقرأ طا كلمة طابيبن طابيبن حرف الطاء مع حركة الدم أو الدم هذا حرف الطاء مع حركة الدم تقرأ طو طو دائما خفيفة لماذا أقول خفيفة؟ لأنه كما أدرس معكم بحرف المد فحرف المد هي اللي كتخلينا نطقه بالمدد نمد الحرف يعني كنتطوله فيه إذن سأعيد حرف الطاء مع حركة الدم سأقرأ طو 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 كلمة لاحظوا جيدا طو 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 رو قن طو رو قن طو رو قن طو رو قن إذن حرف الطاء سأعيد حرف الطاء مع حركة الدم تقرأ طو كلمة طو رو قن طو رو قن فهي خفيفة طو رو قن أنتقل حرف الطاء مع حركة الكسرة دائما أقول الكسرة تشبه الفتحة لكن فتحة فوق الحرف أما الكسرة فهي دائما تأتي تحت الحرف تحت الحرف إذن حرف الطاء مع حركة الكسرة تقرأ أو يقرأ هذا الحرف طي 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 كلمة طي هنا طي 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 ف لن طي ف لن طريقة صحيحة طيف لن طيف لن إذن حرف الطاء مع الكسرة أو حركة الكسر أو الكسر حرف الطاء مع حركة الكسرة تقرأ طي طي كلمة طيف لن طيف لن إذن سأتابع حرف الطاء حرف الطاء مع الدم جج دمات أو حركة جج دمات كما نرى أو الدم فنقرأها طن 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 كلمة مو مش طن هنا جاءت في الآخر إذن طن مش طن مش طن طن مش طن هنا حرف الطاء مع تنوين القصر تنوين القصر أو جوج كسرات تنوين جوج كسرات فتقرأ طن 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 كلمة خ خ إي طن خ إي طن خي طن خي طن سأهيد حرف الطاء مع تنوين القصر أو تنوين جوج كسرات طاء طاء لاحظوا جيدا الطاء مع تنوين القصر أو جوج كسرات تقرأ طن 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 كلمة خ خ طن خ طن خ طن هنا هنا طاء في آخر الكلمة سأتابع حرف الطاء مع تنوين الفتح أو تنوين جوج فتحات دائما قلنا الفتحة أو تنوين الفتح يأتي مع الألف كتجي مع الألف المد من حروف المد سبقنا ودرسنا هذا المدود إذن هذا الألف حرف من حرف المد أو المدود لماذا؟ لأننا نمد بهم لكن الآن مش الدرس دينا اليوم فعنا حرف الطاء مع تنوين الفتح أو تنوين جوج فتحات عفوا إذن نقول طن طن حرف الطاء مع تنوين جوج فتحات نقول طن أو كنقرأهم طن طن كلمة راح يضو ح ح إذن هنا لدينا حرف المد ألف هذا باش طولت أنا ما قرأت شي ح ح ح إ إ طن ح ح إ طن طاء مع تنوين الفتح والألف سأعيد حرف الطاء مع تنوين جوج فتحات أو تنوين الفتح إذن والألف كذلك تقرأ أو يقرأ هذا الحرف طن 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 كلمة ح ح ح إ طن ح إ طن إذن سأعيد الحرف مع الكلمة تبعوا معي تبعوا مع تنوين الفتح تي 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 تنمش 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 تنمش